موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غالبا ما الشعراء يكونون لسان حال المظلوم لسان حال الشعوب المضطهدة حقيقة أبدي أعجابي بكل شاعر يتناول الموضوع الإنساني وموضوع الدفاع عن المظلوم الموضوع الفلسطيني اليوم شاغل فلسطين وشاغل العرب وشاغل العالم بين مؤيد ورافض كشعراء عراقيين رافضين رفض قاطع هذا الظلم والاضطهاد على فلسطين الحبيبة وعلى أي دول عربية لأنه غالبا ما العراق يكون سباق بالدفاع عن جميع البلدان العربية كلمات الشكر لكل الناس اللي قالوا لا بوجه الظالم اللي رفضوا الظلم والاضطهاد كلمات الشكر بحقهم قليلة اليوم شاعرنا وحبيبنا راح نطرق لهذا الموضوع ونعرج إلى مواضيع أخرى بحلقة هذا اليوم اليوم شاعر من بغداد الحبيبة شاعر شاب لكن لمع برقة ولمع نجمة بسماء الشعر الشعبي وسماء الحب والإنسانية والتسامة رحبوا وياي بالحبيب حسين محمد أهلا وسهلا أبو الأكبر وشكرا على هذه المقدمة الرائعة وشكرا على هذه الدعوة شكرا لك أكفت مسألة مهمة أنا أريد أن أوه عليها شنو علاقتي بي قبل الحلقة؟ يعني تقريبا شعراء أحب أسمع شعر يعني لا يعني قصدي أكو علاقة شعرية؟ لا ما أكو ما أكو شنو سبب أنه دعوتك؟ تعرف؟ يعني شاعر؟ لا يعني شاعر مبدع؟ ما أقدر أقول عن نفس المبدع تتبير حبيبي والله شكرا لهذا التواضع بس هي يعني حتى صيغة للمقابل أنه هذا البرنامج هو لظهور الإبداع المبدع ليخاف مكانه محفوظ إذا تحس نفسك مبدع ما عندك علاقة بأي شخص لا إلك مكانه نانا صدتك تفرضك عفي عليك أردت أقول لك أنه ما عندي علاقة بك شخصية حتى يمكن ما ملتقين صح؟ صح لكن كل الحب كل الحب إليك والتقليل شكرا؟ شون هاليوم شاعريتك ويموضوع الظلم والإنسانية وهذه التفاصيل؟ شاعري يقول وطني الدنيا وديني خالقي وأخي كل شقي من البشر الله موضوع فلسطيني يعني موضوع عقيم وموضوع قديم وموضوع تنوله الشعراء فأنت لازم كلك موقف لازم يعني الشعر تاريخ الأمم طبعا حكام العرب ما تعرف الثور أقسع للمواطن مني الأيام حكام العرب ما تعرف الثور أقسع للمواطن مني الأيام لاعدهم حمية قبل الإسلام ولاعدهم مروعة عصر الإسلام لبنزيم الخزائل مدرة فلوس الله و كيف فن ماذا الزوى الثوار قسام الله 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 هذا موقف من كالعراق ولكن كعرب مثلنا في اسم نحن نسولف عن أنفسنا لأنه بصراحة أنا قلتها بحلقة ماضية رغم المهن والأمور والظروف الصعبة المظلوم لحسب المظلوم نعم مظلوم لحسب المظلوم و مرات بصراحة حتى لو أنت مظلوم لأنه عندك إنسانية و عندك حب للناس أنت مو رجل إقصائي أنت مو رجل تؤمن بالدم مو ريبورت أنت شوف طفل يرجف و تم تحلق مشارك لا مستحيل الصاروخ يطق بغزة لو ما طلق بقصيتك فأنت مشارك طبعا هو هذا الجانب اللي يحرك الإنساني أنا قلت لك و قلتها بالمقدمة قلت أنه أنا أحيي أحيي ما ردي يصير الموضوع استعراضي و كذا بس و أقسم بالله عندنا صديقنا شيخ وهام العبودي رجل ألف تحية إلى من سوق الشيوخ أصوله من الشطرة لكن حاليا ساكن في سوق الشيوخ قبل فترة قليلة تشاوفني فجاي نسولف تعرف أنت اليوم هذا الموضوع الشاغل كل ديوان و بكل مكان أنه ينطرق هذا الموضوع فسولفني قال لي الله يشهد خابرني رجال شايب أنا أعرفه هو يعرفه سألني شخصين ما أعرفه قال لي خابرني رجال شايب يقل لي يقل لي يا أبا ماكو على عرفك ناس يقبلون التطوع الغزة الله أكبر أقسم بالله هذا يعني كما قالها الراوي من حلق أبو محمد شيخ وهام إلك للسيد المشاهد لا واقع عظيم فهذا فالشيخ يقل لي يقل لي يا أبي أنت يعني رجال شبير دير بارك على عويلة قال لما يسوى العمر نقضي بتخاضل الله أشنى شامخين ونموت شامخين حالات الزلمة من يموت واقف ترى هو بينه بينك الموقف لحظات طبعا والتاريخ يسجل أعوام أكيد أعوام هذا حاتم الطهي الله يرحمه إيش قدل مدة الذبح واطعام الضيف وكذا شعر عدل شوف التاريخ من يمتل حد هاي اللحظة يمجد بهذا الرجل والكرم والقيم والمبادئ والشهامة تنضرب بيك هو أكيد له خلود له مزجلة التاريخ نعم مثلا الحسين تخاف منين أنت؟ علي من تخاف من هذا الجو أنا أخاف وصير بينه مثل قبل يقول لي المؤمن لا يلدغ من حجر المرتين خايف على الحشد لو راح حررها يطب الأقصة ويبوقون من برها خايف على الشروق وغير تتوديه ويدفعون ثمن عسلان ناحرها خايف على الحشد والقدس والتاريخ عرف الخاتمة ومعروف تاجرها الله الله أولى والمبادئة مفروض بأدبارنا مما ضد الإنسانية ضد الإسلام إذا أنت مسلمين لا ضد الإنسانية جمعاء طبع ضد حتى أن لم تكن معي فأنت ضدي ضد حتى النباتات إذا صار الضد هاي أبو عالي شلون الشعر وياك الشعر نافذت للعالم أنت مهمل لا مشغول أنا مسؤوليات بس الشعر وياي شاغلك القصيدة شاغلتك 24 ساعة يعني حياتي الشعر يعني إذا ما أفكر يعني إذا ما عندي مشكلة ما هذا فأنا أفكر بالشعر انجبرت على أشياء أكو ناس تسوي شغلات عفوية بس يا أخي خليك تنقع بقلبك تنقع بقلبك أي تأذيك كل يلعيونك غصن صدره واطول من عذاب رموشك الحلوات ومحمر بلا حمرة يلعيونك غصن صدره واطول من عذاب رموشك الحلوات ومحمر بلا حمرة قلبي على العشق والشوق خصك قاعد يجبر ولا أنا ما أحذر سوي جبرك قلبي على العشق والشوق خصك قاعد يجبر يعني لحتي فينا هل تمتزوج؟ لا ممتزوج واقع على رأسك لو بعدنا الصدق الصدق الشون هي سكة الموتاية ها طب وتطلع شون اللي خليك تطلع الجو ما يعجبك من يتقابل الاهتمام به مال وشون اللي خليك تدخل؟ البدايات البدايات؟ لا الاشتياق لا البدايات خليك ته انه هو هذا اللي يريدي هذا الشخص اللي احبه اللي راح اكمله حياتك وبعدين تكتشف انه بعدين مرد على الرسالة والأخير صير التعرف فتطار تنزل النارة شون هم كانوا اياك؟ يعني وصلوك مرحلة ما تقدر تنام مصدوب تنصد انه هذول اللي كانوا اياهي واحنا اصدقاه للموت فد موضوع صاير هاي الايام صاير صاحبك يرتاح بالدوس من نضغيب عنه يشبعك اسهام ويحظنك بالاملاقة يشبع الخوف خائل تلجم القلب يا ولد يا ولد والله هاي التلجم القلب والله يتذكر هاي هذا النفاق الاجتماعي ملطيف مو رجولة اي كرهني قل لك كرهكوه اي تحبني قل لي احبك مسمو تقل لي احبك وانت بال ليش انت جايش قد جاي الطوك راتب على هاي السابق ها والله العظيم حتى لو تستلم زيلا لا ياتذروني شتغلون يشتغلوا ياهو ماداخ صار اللي تشتغلوا ياهو الزيط المليار والله والله العظيم بتعب صار في التالية بتشجاع أي جدا 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 شجاع بالرأي بالرأي و اقول رأي له اغسر له والله ما تخاف انه من الممكن يخسرك جمهورك او ناسك وكذا الجمهوره ذا يخسرني اللي انا صادق مرهد لأن وطني ما أريد لأن حقيقي إذا أنا حقيقي هو ما يحبنا لأنه موحقي باعتبار النقيضان لا يجتمعان لا يجتمعان شو مخلص زراسة أنا سادس عدادي وشغل في بعض التهت بالمسؤوليات مع العائلة شغل شعر أكبر صدمة بحياتك وين غدعتني هذا السؤال يثير شجن يعني شخص تحب أكثر من روحك شنت تخونني لما تريد تروح وعلى آرك تريد تنام أويلي يا الله يقول لك أرد أنام ويخون شنت تخونني لما تريد تروح وعلى آرك تريد تنام أنت ويني وعلي أنت بتدمر دمراني ها وقدروا على تدميرك بعد أن تتلم نفسك يعني من يرحون من تنتهي العاصفة من تنتهي العاصفة ترجع أنت مجامل لو تحكي الحقيقة لا أحكي الحقيقة وخصوصا لشخص قريب عليه لأنه لا ما رأي شخص قريب عليه ليس حقيقي تذاب أنت عرفك شون شذاب أنت عرفك مصلحك دمك بارد شذاب أنت عرفك مصلحك دمك بارد تقيله مجاني يمت هو أنا منك شارك لا تقلي أضحي لأجلك وبس أنت حبك هس ما صدقك صدقني كل من يضحي النفس أي بالله الكريم والله العبي والله العبي كمان مكان أرواح له الحجارة مكانها أذقل يقولونها يقولون أنت يعني عندك هيروح الفكاهة يعني كان منيتي أطلع فين هنكوم صدق والله والله العبي ما قدروا تدبيرك لا ما يقدرون اليوم هو غدا يا هند صدق والله والله الكوم الكوم جاكم نكره فضلك هاي طبيعة الرد هاي طبيعة الرخيص ها قل لك رخيص الضوج وانت من الرخيص أرخص خيط منلهد مهزول ما تنعاب بي تنقص ايه والله الله خيط منلهد مهزول ما تنعاب بي تنقص ما ريدك تهد وعندك يش قابلية طبعا زينو هاد الخيط حتى لو تحبه لو روحي بي اقصة قصة بخيص رخصنك اقصة قصة اقصة مااخد قصيدة بعلي انكسر جنحي وبعيد وهواي لشجار وصرت حشاية بحلوق المصايير منول ما خلفت بموعدك ذاك منعدها وكره اسم المواعيد فجاعيد على جنحة تبين الطير دور وجهما تلقى التجاعيد السجن آخر محطة بعمر الطيور وانا المسجون وذنوب التغاريد برودك صاير بقضع فواياك وانا الشاي الحرارة الدم هوادي ورا كل ما قلت لطيني قتهاك لحد ما قام قلبك مدرش يريد ازدواجي وفوضويتك تقذب حتى الشوك تقصك فوفو وتنزل العناقين ردي تنويه كصيراً مثلك وياي وشنت بغيظ ناسك تمدح تشيد وانا تربات وادن تعرف العيد وبالماء العكر ما تعرف الصيد مرات القلايد كلمة من ناس مو شرط القلايد تنحط بجيد الله من عدها وعرفت الدنيا أوهام وحتى البيها صح يريد تصحيح مو بس الحديد يصير مفتاح الصبر موقف وينعد على المفاتيح الله 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 ايش لول؟ مو بس الحديد يصير مفتاح الصبر موقف وينعد على المفاتيح الرسائل مو شرط اعيدة هذا البيت اعيدة مو بس الحديد يصير مفتاح الصبر موقف وينعد على المفاتيح الرسائل مو شرط بوراق وقلام مرات الرسالة يصير تلويح الخبز مو اللي ينحط بتنانير خبز الغيم بعيون الفلاليح ومو كل من كتل مكروه يا ناس كالتال الذنوب يصير تسبيح تشعل شمعتك من يخلص الليل وتنزل الشراع بجية الريح هل قد ما تروح وترجع وياي قم تذكرك يم المراجيح مواسم دنيتك ما تعرف الدوم عم يصير بالغبش المصابيح اللي اللي دقوا صدرهم طعنوا كفايا بس ظلك قبل ما توقع يطيح وين مضموم انت؟ الصبر موقف؟ وين هد علم فاليح صدق والله صبر نوعه والله أبو علي انت أكو يسمونها تشذب بيضة ها؟ يقولوني أكو؟ أكو متشذب تشذب بيضة؟ أي بيضة موقف كنت تشذب؟ أنا بزع التذاب أكشر أكشر؟ أكشر أحلف لجا فيك أتزعلني وأمشي أختاض وأحلف لجا فيك أي وتبتسم الزعلان يرجع يراود يعرف الهي مو؟ أخذ فاصل؟ فاصل يلا مشاهدين الأكارم فاصل ونعود إليكم مشاهدين الأكارم عندنا وياكم مع الحبيب حسين محمد أحسين وسيدنا نصال علي أبو علاو الوردة أنت مشاكس؟ أحيانا يعني شاعر حلو في قير لو حلو مشاكس؟ والله في قير خليه يصير خياط بسير يعني نحترام كلمة ليس الشاعر بسير بسير والله لابين يا جسودة قلتها بشاكس يعني شنو شاعر فقل هذا مناصل شون يقرأ مثلا شاعر هو شاعر هي الدولة تخاف من الشاعر فوضوي وهو فقير عشلون؟ فوضوي يعني غير؟ فوضوي طبعا شعر الكل أنت تحدى قوانين؟ لا ماذا تكره في دنياك؟ يعني أكره الضغط أكره المحقيقين أكره المشعر ما يحبون الشاعر كلهم ما أحبهم آه والله العظيم شكي سبير يقول الذين لا يحبون الموسيقى أشراكم يعني تخيل واحد ما يسمع شيء ما يعرف كبه نسمع القاطع شون تنشير يعني واحد ما يسمع النهار المظفر وما يسمع أعطى السعادة تقول أعطى السعادة لماذا؟ ما أحبه وزين أنت شون تحب؟ أنا أحب الشعر والشعراء والي يحبون الشعب أيها اللون تحبه؟ كل الألوان يعني أحب الفصحة أحب الشعب أحب حتى لا وياها اللون هاي الألوان وانا وديت منها يعني فوق ما هي فخمة لابسة أسود أتحب الأسود؟ أبو الأسود هذاء كلفات مناه بس قلولا يقبل نحت شوية إذا عنده وقت أبو الأسود هذاء كلفات مناه بس قلولا يقبل نحت شوية إذا عنده وقت يسمح له كلمة بشكل ترانا ببيتنا بس قلبينا ايه بالله تغير لوننا وبس مره شدنا هاي مرة واحدة وهي تسويت يالله لا يرجع هذا تسفيني هاي المشاكسات لطيفة لازم يعني مرة واحدة تمشي وتباوها على السيارات تعدل بنفسه من ما وصلت لي كتبت كلش ما عجبه بروحه أنيق يعدله بروحه ميعين على الندين ها نجمطه بسطوحه يمي وماء مديدة حالات العنب ملوح الله 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 يمي وماء مديدي ايه عفوة اه اه ايه اكو اشياء حلوة بمكان هاي بمكان هاي بمكان هاي لا تقترب يعني حتى الصورة صير مو حلوة تسوي زوم ها والله ايه خليك على الحياة انت انت الثق دائما اه انا قاعد الصبوة احسب بصابعي شي فق صدق والله والله لا الدنيا ما تأمن تأمن ها ستقدر تقطت الباسورد ما تتكل ايه واحد من اقرب اصدقائك ما تقطي والله حرجتني والله ما تقدر حرجتني والله ما تقدر بس قوية ايه ما لحسب اصابعي ايه الجوز مبيوغ واحد وجوز زايت ما يزيد يا يزيد اخلوا منك ما يتطوك يا ليتطوك وقص بعض وجه ما يتطوك صدق وجه ما يتطوك والله العظيم الشك والقلق بالروح ما يغيب الشك والقلق بالروح ما يغيب واضمون بحياتي نادرة خيب انا كل الاسمعة ما اثق بيه وشكي بليلة هي الماكلة والله حتى انا مثلك همشك بالله كي بالله كي ما يغيب نفا داوى على ليلة وانا حلف بليلة ماك يا بديم بعد انا طلعت من انا مشك لا 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 حلف لا لا حلف بليلة ماك وبعدين اخذ قصيدة ايه ما تقبل اغار عليك وتم تختار حتى اللون اللي تنبسي الله 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 ما تقبل اغار عليك وتم تختار حتى الثوب اللي تنبسي بعد ذاك الأمان اللي عشت بس وياي بعد ويا ما نتحسه اذا يذب الورد بيدك كنت تبشي ياه العلمة تقصي يكحلها السهرة والفرق حيله واي عين الفاقدة وعين الهوة تهسك وانا بعينك شفتهن عاشق ورحال يمي وراح تمشي ابلام ومرسا وأنا بعينك شفتهن عاشق ورحال يمي وراح تمشي ابلام ومرسا كنت bloque تزعل ووقت ما حبيت ويرجعني العشق وترجعك الونسة confidence الله كنت bloque تزعل وقت ما حبيت ورجعني العشق وترجعك الونسة هدم غالي ويموت وتعيش بالكنتور لا يضطيق قلبك تخلص وتنسى ولا يضطيق قلبك ترجعة لبسك اللي يحب يغار يزعل يبتعد ويعود بس الما يحب ينسه ولو خاين عن ذهو ولا تنسه رحت ما عرف أخبارك أمس مريت من دارك ومن شفت الضوطافي عربتك مام ثانين وما نرجع بعد عشيات أمس مريت أمس مريت من دارك ومن شفت الضوطافي عرفتك مام ثانين ما نرجع بعد عشيات لا هالمرة ما زعلان ناسيني تغلط والعلر نفسي ويموتني العذر نفسي وحبك من تحم وهوكم تقسي هذا يقول اسمع الوصف يقول شج يوصف المقابل هذا الصراع الأزل بين العقل والقلب يقول شج برداني رفتك عايفك معيوب الله 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 شج برداني برداني عفتك عايفك رفتك عايفك عايفك معيوب لو يطيني قلب بدلك ورايه الله الله هذا الصراع شايف هذا الصراع الأزلي قلب العقل محد تموت ومحد منتصر أي هذا يجر طول وهذا يجر هذا يقول لك مشينا وهذا يقول لك ايه مشكلة هاي مشكلة انت وعلي بصراحة بحياتك الشخصية انت انسان طيب ولا قاسي كنت متسامح بس عقلات المصريين قد كان في الستينات اها وليوم عامل بالمثل كافي ايش بعضين إذا طيب عامل بالمثل كافي ايش بعضين إذا طيب وعلانيتك إذا تبقى قدر صاحبانك الشيء ما مليت يا قلبي من الامتانة نسوك نساهم وغمض الله ما مليت يا قلبي من الامتانة نسوك نساهم وغمض دخلت بهالعلاقة حزدك النجمات طلعت من عدها متمرر ولو معذور يا قلبي قالوا لك نحبك راح نوفو ياك طفل فأوق مرجوحة ورح تتركب جننا ننحي لفيات شهادة السال السال علي تكبير لا لا عافو انت شاعر والله يا ابو علي والله شاعر الله يحبك شهادة الله يحبك منين تغار أنا غار أنا ودي أخلي كاميرات ببيتهم شوف تحرك وين تروح غار من القصيدة اللي تحبها انت وكره حتى شاعرها أووف يا ربك أغار من القصيدة اللي تحبها وكره حتى شاعرها حتى لا صاحبك شنو حيبو علي متدمر وعالك رات للوحش حافر اللبل ناخذ بعد قصيدة ناخذ قول طوك شعرك جرهم الخصرة أحزام وعينتو وهذا القمر طبق الأصل عيونتو بنص الثلج درهم ذهب وشعرك بين القطة النار ولهب وصوتك أحلى من الشعار المن يجوع ويطلع يقول الشعب كلش مات وحبك بقلبه عدل صوتك ينوم مهر مجروح توه ولي سمعت ما يمل تنتحب وانسى وأحب تولن قبل هس لا يتأخر المرسال أبتك ومو بش لواعين لا بش يثمل عيونك بلون القمح في الرمش قاس ونبل مرت ومر الربيع وشيبت حتى الطفل والتقينه هو مثل دقت الساعة دالبوت ودقت قلق بطبل وظلت حمرته بالقمصان بكرة وحلفت ما ينبس أجاومة والله أجاومة ها؟ طب انا جاومة لا والله اش قدمت الواقع يبقى صايدك اش تون البيت اش تون ضلت حمرته بالقمصان ذكرة وحلفت ما ينقص أصفق لك استاذك هناك كلمة يعبرون بها عن الجمال يقولوا واو صح ناخذ فاصل فاصل مشاهدين الأكارم فاصل ونعود إليكم موسيقى مشاهدين الأكارم عندنا وياكم بالبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب حسين محمد الله أعزك صديق والله يعني الوقت مر بدون من حسبك صد على عمرك أبو علي الأمانة أنا رجل يعني غالبا ما أبحث عن الشعر والشعراء وكذا وهي التفاصيل المهمة أنت خوش شاعر بس أعتقد هامل نفسك جيد أنا ريد تقعدني وعد وعد رجال أنه منانة وجاي غير قلت لك انطلاقة جديدة أنا شاعر هذا طريق الطموح طموح أي شاعر عربي صديق والله مكاتب عربي لأن عندي كتاب هسا جاي ألبي اسم خارج النص بكثير نصوص فصحة أوكي وجاي أشتغل على رواية أوكي يعني الطموح مينتي بس كانت أكو ضغوط وأكو مسؤوليات وأكو شغل بس هسا إن شاء الله يعني بس خليني أقل لك في شغلة يعني أعوذ بالله من كلمة أنا أخوي تشبير الله يسمعك وجهة نظري أنا اللي يريد يقدم عليه شغلة معينة ما تمنع الظروف صح تتفق لو ما تتفقش أتفق يعني أهلنا يقولون اللي يحبك يندل خدك صح أنا اليوم مشتاق لك لو تمطرحصوا أجيك مشتاق لك أرادك يوصلك صح كل الأسباب عذار الله 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 الظروف التمنع من الجاية شذبية صح صح لو خطأ صح اليوم إذا أنت ناوي على شغلة تسويها بعون رب العالمين تقدر تسويها إن شاء الله فأنا أتمنى يعني أنه هذا الشحن اللي صار عندك والإنرجية الطاقة اللي عندك أتمنى ما تخليها تهبط إن شاء الله وعد رجال كفوا قادر على الوعد والله كفوا منكم كفوا منكم من السواعد كفوا منكم من المنصور كلهم الله يسلم الله يحبك وخليك جاء صالك ما رايح العمارة باعتبار معقل العشيرة ومكان القبيلة سواء عدنا يعني لا احنا هناك هور عيسى جد عيسى يعني مدلدلين بقلبي احنا ماكو واحد يكرهنا ماكو واحد ما يحبنا ماكو واحد مصاهبنا احنا مسطاء السرعة المسطاء العمارة يعني رغم أن المدينة هي الملزمة مع العمارة يعني تدخل تشوف العشائر والناس حتى نفس العادات والتقاليد نعم صح يعني المدينة هي العمارة صح صح اذي قصر لك ما رايح قلت لي كم سبعة اشهر حج هاي مو هواي لا لا مو هواي يعني دائما تروح ايه الله جيد شواله علاقتك بالشعراء والله المبدعين كله مصدقائي او ايه هاي ما المبدعين كله مصدقائي يعني اولا اقول لك البياضة ما ليش بالله تقول لي المو هبدع ايه مو علاقتك بشعراء خارج المحافظة ايه عندك عندي تواصل وكذا تواصل وسير عليه وسير عليه سير عليه يعني كربل العمارة البصرة عندك البصرة اصدقاء ايه جميل جيد برأيك هاي العلاقات يعني انا اشوفها صحيحة باتجاه القصيدة طبعا لانه اكو نقاش وهذا غالبا ما النقاش يولد يولد رأي او يصحح رأي والغيرة الغيرة ما يغار من صاحبه من قصيدة حلوة اكتب مثلها مو اسقط انتت غار طبعا يعني واحد عد قصيدة حلوة انا ما عدي مثلها مانا لو اكتب مثلها لو مانا الله يرحمك صباح الهلالي نفس الرأي قوله ايه فق بالله يعني واحد عد قصيدة حلوة يعني لا احبه و احب اسمحه و اصولفه اتغبطه بس لازم اعدي مثله لازم اكتبه واحده حلوه حتى اذا عد حلوات بعد بعد شنون اللي يتحب بيهم المبدعين ايه ما يتذبون و ما ينافقون و ما يصقق المبدع ما يصقق لو ش تسويه تتعارك و يا تزعل و يا ما يقول عليه الناس اللي تحب اللي كانت علاقتك معهم عامرة شنون اللي يزعجك بتصرفاتهم ذبحني و ما برد مثل بجثت و راح شون ذبحني و ما برد مثل بجثت و راح و من غبش يجم لثم بالجناد لا يا ربك حتى يسألوك ليتصر شهر انو وراه الناس حسين صالح يقول يقول بعسر قلب النوايب فاتحة منو سهم لحظك بقلبي فاتحة منو اكتلتني و جايت انشيت فاتحة من ولا شنك راح الجناز بي الله الله تحب البوذية أحب البوذية البوذية يعني فاكهة الشعر طبعا ن vemos أقولا النماذج قال يقول يا مرقد خلنا طيره وبرقبتاك حذر قبتك نخيتك وبرقبتاك وشامع لشفتك وشامع لخصرقصت فيه يجي المغرب وانا قل ايه بحل بشاه حل ما له يحس بعده حلبتا عفتنا دارة ضروح حلبتا ونعاو ومحرق وصريخ بيه الله مو بيدي الله وعوفن لمريام قلبي ولو عطش ولفي لمريام نعم وعوفن لما يطلع لمريام رجل وتشي من نسوان بيه هلا انت ممنون منين اول شي ممنون من الظروف اللي تكشف لك ناس اللي تخلق منك شخص تاني بس بمجال الشعر ممنون من كل الشعراء المبدعين اللي يخلوني اغار منهم واللي يحلموني وكل من كل شخص يعني اقول لك شو الله جزء اذا شخص يعلق لي او يشارك مقطع مات تي شعري وصلي انا ممنون من عنده صاحب فضل عليك زين منهم رايتك نفسي من يختار ملابسك ما تاخذ سيلف وتودين قبل قبل احنا عباسو اه سبت الظروف من الواحد ايه اخوتك ايه اقول اخوتك ايه يقول يال عندك اخوان احنا ايه ايه يال عندك اخوان احنا ايه هنيالك والله هنيالك قلق اسمع قلق وتبهذل ايه ايش ما موعد يوازيك ايه اللي يكسر امرأيته اش انتظر حسبالك من هناك وياخوك اتعارك التنطق تطق مغلوب ايه والله يا دم الطلاعين عد الدم والله الله 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 مو كبير هاي ايه طبعا اخوك تقول لي اخوه يطق نفسه اوه طبعا ايه الاه قالت شوفو ظروف من وصلتنا بعدك تنتظرهم سابقا بعد ما نتشوف الانتظار ما من النتيجة ما نترجى من بارح مطر اياسيت ما اهتم تهب لو ما تهب الريح ما اهتم تهب لو ما تهب الريح جيمت السفينة وعشت على الساحل الله هذا رفعت راية اليأس بعد انتهت حتى ذا جيت وقعدت عيونه حسبيه نغشى وما اقوله لك وليه انصبته مستحيل الله ناخد قصيدة ابو علي ناخد قصيدة قصيدة اغار وما اشكى بك انت عيوني اذ مروح منشك بيها اغار وما اشكى بيك انت عيوني اذ مروح منشك بيها تريد انساك يا معوة مو دمع عشرتك خاطرة بشيه وانا وفاي تدريني وعلاقات المدارس محتفظ بيها الله انا وفاي تدريني الله يتدريني وعلاقات المدارس محتفظ بيها وانا كل ساعة اطيح من الوجع والخو وروحي فقدت غاليه هدوم الغافية من ايام على البسمار توقع منتح الصاحب هناسي الله حفلة بلا مغنى ايام قاضيها كعيبة ايام من بعدك حفلة بلا موسيقى ايام قاضيها ومشاوير التهم روحي الغير ايام خليها ويلا تحبون لا تلومون ولا هالا الجسد نحلان ولا هالا النظر التعبان هاي عيوني مولاكي شوكت مريدة بتشيه ابو علي الدموع ملجأ للرجال لو ملجأ هناك مثل يقول الرجل اذا بكى خسر كل شيء يعني البكاء يعني يقولون هنه يقولون نبايح للقلب بس انا وصلت المرحلة حتى قلبه مارد ارتاح فما اتش طب مرض طب طب وراهم ما وقفوا مداه الله هو علي خسائر مني جن بعدك يبتشني ومو منهن دموع الطيحة بخسرانك يذكرني شاخسر مايرف جفني شربح مااكد ربح تهد بعد هو انا خسارتك انت اعظم خساراتك طبع ممكن شخص يعاوض شخص اخر ممكن شخص ينسيك شخص بس يعاوضك لا مستحيل ها عبت يعني انت حتى يقولون اللي يتمرض يطيب بس مايرجع متلقب انت مصادق بنا تقول انا زين منو احلي سئلك شلونك اصفا منو احلي سئلك احتار انا الدمعة تجي غفلة انا المواحد يفرحة وذا سئلوني شو مغيرك اضلبتش الاشد من الحزن شرحة الاشد من الحزن شرحة رغم الرجل لازم يكابر يقول ما نشكل العالم اعزاز احنا وكرام الحزن دفنا بملامحنا انا اللي يصدمك ردة اذا تجف وترد تسألني عن الشوق اقل لك ظرف وتعد الله هذول احنا نسهر الناس لسهر عيوننا شحد كفو كفو بها يمنون مكابر ها طبعا مكابر والله بس الصديقي سهروننا ويدول بودنا الدول يخلصوا الليل يقول يقول يخلص الليل 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 يخلص الليل بسوالفنا مرات ويجينا الصباح غافلهم ما هم كابلين الله ما هم كابلين تسالفتني ما هتكمل مشكلة شل اكتر شي تفتخر بي وطنيتي تفتخر انت عراقي افتخر لو لم اكن عراقي الا تمنيت ان اكون عراقي او حوي العراق بلد عظيم بلد يعني بلد حتش على الحب بلد الشعراء بلد بس حرامات يعني هاي تعدي ان شاء الله تعدي ان شاء الله تعدي تعدي بلد تاريخ ستالاف سنة العراق مو بس تاريخ العراق حتى هذا رحل يعني هذا ما عنده كل شي ينطي هاي ما صير بلد اشقت له ورا العراق اوه العراق يما يوجعني العراق الله بيشي بالعراق العراق يا وطن منك سماري ولوعتي وهمي وغربتي تارس عيوني بدمحة وتارس اصورة بغرفتي رتسافر قحت يمه هذ قلم نلهم جنطي ابقى بيك تلوى منك بالحدود انحب عليك لا خذت مني ابقى بيك تلوى منك بالحدود انحب عليك لا خذت مني حنين ولا خذت نجفوف ديك ليش ليش تجبرني اشق يمك هوي وليش تنغث من وسيتي من يصير الوطن ناسك طيح لجلة ومن يصير الوطن كاس بيد غيرك لا تهم لو روح سافر روح يا قاعد تطبها اجتم عطرها وقلها يمه روح غني الشوق ذمه روح قل لهم وطن نباع كله وما بقت للناس نسمه روح قل لهم وطن نشال نعشه ووادم الشيعة تغمه انا كلها يلغاني بكل حزنه بكل وجعه انا كل انسان خايف تهدر العربان دمه وما كرهته ومن لقيتك تايه بحارات حزنك ما تركته جبتك بقلبه تبات وغربتني ومن لقيت شفافك الدور الندى وما صح بديه صوغت روح نهر بس عطشتني ذبلت كل الخضار بحزنك وكاسك شربني بغيمتك قطرات عمري وغيمك بنارك مطرني ليش موتت الأحلام وطلعت من عند شاعر وليش نعمت السيوف وخشنت كل الخواطر وانت تاريخ ضحاية ومن حسبك بيكرز نام السباية والعراقية لتجي بطال وتقلك فداك بعد ما عدتها ترات تبيح وتطيها كروة ووصلت البيع العباية وهي بس هاي العباية وتال ما تال تعبه بصورة على الشارع العام وجثة متروسة شضاية الله ليش يتمت الأطفال ورملت كل النفاية خذت بيك الكل شبيك وما خذت منك فرصتي يا وطن منك سمار ولوعت وهمي وغربتي تارس عيون الدمح وتارس أصوار غرف الله يا حسين الله عليك سلام شه الوجع هذا الذي شه الوجع الجميل وبعلي آخر وصلنا الختام سيد المخرج قال لي ثلاث دقائق عندك شنو الخطوة القادمة ان شاء الله يعني راح يصير منتده لا الخطوة القادمة بحياة حسين محمد ان شاء الله راح تزوج طموح لا بالشعر ورا الحلقة هذه ان شاء الله سيصير منتده جديد راح نأسس على مد برنامج الشعراء الشباب وان شاء الله وانا واحد من الداعمين اشكرك ما تقصر بالله انا واحد من الداعمين ما تقصر كفو منك وان شاء الله بزواجك نحضر وان شاركك فرحتك تستاهل وتستحر الله يعزم آخر كلمة نقولها للسيد المشاهد قرأ شعر انت قرأ مقطعه كيفك صارح نتشبهك خاف خايفة صارح نتشبهك واعتذر منه تشبهك بس ولا تشبهك غشيم وتنتظن الروح من تشتاق بصورة تسكنها وثارين اطلع الغلطان ما سكنها جنن انا مو ما اقدر انساهل انا ما فكر انساهل وحقهو وعلم نعشك صدق ما خون ومتنوحد لو متنوياه وانا مراهن عليها تحنل وترجع تفك شباكه تغني الطيور الرحان وتفك كيون هي الله الشمس تطلع ابو عاليش هالقصيدة انت مو قلت سديت موضوحهم وخلاص انتهب انا صادق بس وياها تذراء وياها وياها تذراء سيفرموش هالحلوات والما يوقع مش حده مثل لما تشعر هالطوق لما تعمر الاتبدة افوتا بالفرع تشعل غوة الغرفوة تباوع من وراء البرد الله خجولة كلش هذا الختام هذا الختام شكرا على حسن الضيافة والدعوة ممنوع حبيبي والله اتمنى عليك توفيق اشكرك مشاهدين الاكارم كلش انتظر تعليقاتكم حقب علي شكرا جزيلا لكم وصلنا اياكم لختام الحلقة كان معكم في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري اشتركوا في القناة شكرا